كيف حالة المريكية؟ مرتفع مقارنة مع المغرب ولكن المريكيين يتعرضون لديها و لا يقدمون الفلس يوجد أجوبة الجواب الأول هو حالة المغربة ستبقى كبير مغربة تبقى مريكيين مثلا 4000 دولار تبقى ربعة المليون 2000 دولار تبقى جوجة المليون 20 ألف درام حالة المريكيين و لا يوجد أجوبة المغربة كل شيء غالي يمكن أن تقرن السالة المغرب مع السالة المريكيين وهذا أولا الثانية هي حسب الخدمة في المريكيين هناك أشخاص من خدمات عينية و لا يخافض الى اخرى. كما تخلص الساعة 11 دولار للساعة 12-13-14 دولار لحسب المناطق والحواج الى اخرى. اذا انت قرر تخرج ليه؟ ما اعرفش انا الرواتيب كيفاش ديرها تقدر تكون 2000-3000 ماكس 4000 دولار زيما 4 مليون 40 ألف درهم كما بغيتو تسميوها سميوها ولكن هذي بفور تاكسر. ما زال ما خلش الضربة ما زال ما خلش التغطية الصحية ما زال ما خلش السوشل سيكوريتي ديالو ما زال ما خلش بزاف ديالو بزاف ديالي حواج داخلين فيها. عادل فو ونكاي اللي عندو الى اخرى. بزاف ديالي حواج داخلين فيها كي ينقصوا بزاف. الكرة نرى غالعة وتعالي امريكان. ما هتلقى كرة ديال الفين درهم ولا. ادنات هدو كيكونوا مزيرين من ناحية المادية. اش كي ديرو كي دونيش الكريدي. وكي غرقوها كريدي. واذاك الكريدي كي صعب تردو. وفاش كي تردو كتلقى ديما ديما تلور. ديما تلور لأنه غديو كيتزاد عليك. ديما. وهذه كتوقع بزاف مع الناس اللي كي يخدو كريدي ديال القراية. كي بده يخلص. وسانوات وكي خلصوا كالقرا سبقا يخلص لزان تاري. حي ما دخل في الاسميتو. لان لزان تاري طع العين بزين. هدي من ناحية قلنا دي الرواتب. الرواتب منخفضة. ولكن حنا مشو دابا. ودي حاجة الثالثة الرواتب مرتفعة. واحد كي تخلص سيدي مزيان. عشرة المليون في الشهر. عشرة الف دولار. عشرين الف دولار. انت طالع. مئة الف دولار. مئتين الف. خمسمائة الف دولار في السنة. البعض منهم. راك يكون غرق كريدي. وخاصة عليه. لماذا؟ لان الاستيلاك في امريكا من واحد نوع واحد اخر. اكبر مستهلك في العالم والامريكي. كي تستهلك بزاف. لانه معرض بزاف الاشهارات. معرض بزاف العدة انواع دي البرودويات. وكل واحدة عيد لحب. وفي العام بغض العشرة. على أنواع الاستيلاك والدسكون. وكي تستهلك. وكي تستهلك وكي تستهلك. وكي تستهلك. وكي تستهلك. وكي تستهلكم اشعر بالاناتين من الاستيلاك. وشخص الأشخاص الأشخاص من يجب الشجن. وKnock Friday ، والناس يجب الشيء وكي تستهلك. وكي تستهلك ودع التعليم لطيق بزاف العدود في البلائك في البلائك بدون وكان واحد البرنامج وطائقي زوين تتفرجوا فيه كان في نتفلكس اسمته The Minimalist The Minimalist The Minimalist ما هو الناس اللي لا يريدون أن يشعروا بالزبدي للحويج يريدون أن يكون دار تكون خاوية لأنه يقول قلة الأشياء تجعلك سعيد يقول أن كل دار على الأقل ستكون فيها 3000 أيتم شي العيبة ما كان في الدار تخيل معي 3000 قطعة والحويج والذي تريد أن تسميه وستستعمل فقط ما بين 20% إلى 15% ما بين 20% إلى 15% إذا لديك 80% للحويج الذي يكونه للمريكانيين لا تستعملوه والبعض يبقى في ميكتام الميكة باقي مدة العام عام 2-3 سنة لا تستعمل شراء أحد لا تستعمل لا تستعمل لا تستعمل لا تستعمل ما بين الأمريكي والمستمرين والمستمرين والشركات والشركات ولكن الشخص لا تستعمل لا تستعمل لا تستعمل مع المال في أمريكا معظم الناس تستعمل في مشاكل مالية لأن تستعمل في أمريكا لا تستعمل 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 لأن لا تستعمل في أمريكا من المال وزارة وصل إلى 29% وصل إلى 29% 200% وصل تستعمل مائة دولار جيد وضرب شهرا لتستعمل 120$ حتى المال لتستعمل 20% وصل إلى وصل إلى 20$ وصل إلى 20$ لكن يستعمل إن تستعمل لن تستعمل سواله. الشرس جاي. جايك مية وعشرين. وانت عطيت يوم عشرين. وكتبت تقول الفلوسات هو ما يتقادهوش. وشنو كي يطرع? هما الناس يبدو يخلصوا. يخلصوا. ومع ذلك الكريدي ما يتقاداش. وكلما هما يتتعطلوا. كلما الكريدي يزيد يطلع. وكي الناس اللي كيدروا إفلاس. كي يشعروا بالإفلاس. كي يقول كيف يتقادروا إفلاس أمريكان. وشنو من العواقع بديل أنك تتقادر إفلاس. كي لا يستطيع أن يخلص. لا يستطيع أن يخلص. لا يستطيع أن يخلص على شركة. لا يستطيع أن يخلص. كيف سيتقادروا معك وكيف سيتعاملوا معك إلى آخر. وشنو سيطرع لكم من بعد. إذا هذا الملح ويج اللي مهمين اللي كي يخليوا أمريكاني شبه مفلس. وكتبتون تعرفوا أحد الأشياء بأن كتمعوا أمريكان والطنوبيلات والناس اللي معرفين من مليونير إلى آخرين كلهم كانوا في أمريكان. والأثرياء دي للعالم أكثرية دي لهم كانوا في أمريكان. واللي معرفين توموا في أمريكان. ولكن مع ذلك رأى معظم الأمريكيين they are broke. فقراء ومفلسين. وديما behind. ديما عندهم البلز. علش لأنهم كيستهلكوا كتر من من الصلاة لهم. يدخلوا طوال وعرض. وكتبت بأنهم لدينا صحابي أمريكانيين. مغربة لهم الأكثرية. مغربة لهم يقع لهم هذه المشكلة. كي يجي مقرص. ولكن الأكثرية الأمريكانيين كن نسول شيء وحدين. كالقائموا في وغادي يشري الكضوات في كريسمس. في راس العام ودكش. كتبت لهم يشري. وكتبت لك ما يمكن. بشكل عيد الكبير عدنا هنا. إذا كان لديه أحد ما عنده تاريال وغادي يشري لحاولي. عنده كريدي. ما عنده تاريال واخد كريدي باش يشري لحاولي. كتبت لهم في المغرب باش ما نكذبوش. في أمريكان بحال دكستيل. كي يشري الكضوات للأولاد وصحابه و الأخير رغم أنه مفلس. وكي بقوا ديما بحالك في الدائرة هذه. اللي ما يتحشب في الدائرة ومعظم المواجرين اللي كي يجيو كي يزيروا السمطة. ومكين مكين تاشرش التقافة الأمريكية من دي ناحية هذه.